هذا ويزور رئيس الوزراء البريطاني ريشا سوناك اليوم بولندا ومن المقرر أن يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه السرليني حسب ما أعلنت لندن ويلتقي سوناك في وارسو كل من نظيره البولندي دونالد توسك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينسي سولتنبرغ وسيبحث معهما خصوصاً الملف الأوكراني وعلى نطاق أوسع الأمن الأوروبي وتات هذه الزيارة في وقت تناشد فيه كييف خلفائها أو خلفائها زيادة مساعداتهم العسكرية لها ولسيما من خلال إمدادها بالذخيرة اللازمة لصد الهجمات الروسية